هل يلزم المرأة إذا أرادت أن تضع الحناء على رأسها أن تكون على طهارة لأنه يمكث مدة على رأسها أفيدون أفادكم الله لا يتقيد بذلك فلها أن تضع الحناء على رأسها متى شاءت ولا علاقة لوضع الحناء بالطهارة تضعه على رأسها للحاجة وتتوضى وتمسح عليه وإذا اغتسلت تفيض الماء عليه ولا علاقة له بالطهارة لا قبله ولا بعده أثابكم الله